اشتركوا في القناة انتع زراعة الثوم في الجزائر واللي هي في الحقيقة قديمة تعود إلى السنوات الأولى للاستقلال لكن في الأوينة الأخيرة عرفت نمو غير مسبوق حيث أن فيه استثمارات كبيرة من طرف الفلاحين وكذلك مستثمرين وخاصة يعني بعد السياسة هذه الدولة اللي منحت قروض للفلاحين والمتعاملين في الموضوع انتع الفلاحة يعني يمسفها عامة تطورت هذه الفلاحة لانتاج الثوم في الجزائر واللي كانت مادة هذه كنا نستوردها يعني ما كانش كيف فيها اكتفاء ذاتي لكن الآن بدأت تنمو نخليكم تعرفوا بعض التجارب من هذه الفلاحة في ولاية ميلة إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم المساحات راهي زادت شوية على العوامة ذلك هاتو أراهم السنارة هو لحقنا لـ 2500 هكتار هنا في ولاية ميلة البوذور رانا نمدوها البعضانة بركية تلقى واحد فلاح وقام بالغلة تعودة وها مليح وما مرضى تشون ترتمليحها وحنا الفلاح عادي يعرف البوذور 150-160 مليون هكتار هذي سقام بركوة ثوم تكاليف بلا تنحية كون زيت تنحية تحقوا 25-30 مليون راهوا تقارب 200 مليون وتكلوا فازات التخطرات على العوامة اللي فاتت الحاجة اللي كنت شريها بمية ولات مثل بمية كاين التخزين بس تخزين تقارب الفلاح ميش هو اللي يخزنوا يخزنوا التاجر التاجر يعرف له عنده إمكانية تاعوا يقدروا بصح الفلاح ما مكاش بالك تلقى زوج في المية لها راح يلتخزين ولا ثلاثة من المية ميش هاجة نرموموا على الأقل على الأقل 30-40 في المية في اللحة هذو يخشوا بعان ناس تجار باش نطوروا يعني هذي الشعبة تاعثوم لابد أن يعني ندخل المكننة الفلاحية في هذي الشعبة لأن اليوم اليد العاملة مفقودة لو لا يعني يد العاملة تاع الأفارقة الموجودين بالآلاف في هذه المناطق يعني ربما يعني الفلاحين ميسيبوش اللي يجني لهم وليقلع لهم الثوم لذلك الفلاحين يعني طوروا آلة تقليدية يعني هي اللي تقلع كما رأنا نشوفه الثوم ولكن الآلة يعني اللي ربما تقلع وتربط الثوم يعني السعر التاحة غالي موسيقى ممكننا احنا احنا ما عندناش المكنن هار انا قاعدين شغل درنا حاجة آلات هكذا تقليدية باركرا ننخدمو بيها وساعدتنا شوية بسع ماش كيما الآلة اللي تنحي وتربط الروح هذي هذيك احنا ما عندناش بغالية بززافة نرمو هذي تخش في فالرفيق ينقولو يشريها دعم ويسلكها بعقلو الفلاح يقدر يسلكها الآلة هذي هذي اللي نقلعو بها خدمناها احنا هكذا عند الحدادة اللي دلعاملالو كون ما كانش هذو لكون ما نقلعوهش خلاص ربي والافاريقة هذو وران ما نحاو علينا غلبا سراوي يخدم ثمانين الف القنطار ثمانمائة فرق الكيل دخلوا ربعمية خمسمائة ستمية وكالي يصور مليون تاعنا شوف يجي يخدملك ساعتين يروح من ساعتين ما يروح يجيك على الستة السبعة ثمانية لازم نكون في الدار يصور الجري تاعو خفيفة يروح وإحنا الثوم هذره لازمك تحاربه لازم تنحي سينو يرشاف الأرض من بين المخلفات يعني في مجال المنتوجات الزراعية احنا رأنا في ورشة إن صح التعبير تأنتاج الثوم ولكن كما شوفنا في اللحين عندما يقصوا الثوم تبقى هذه المخلفات نستغلوها كعالف يعني للحيوانات للأغنام للأبقار نشوف معاسي فاريد يتكلم منه يعني كيفاشرى الفكرة هذي كيفاشرى 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 يقصوا في الثوم نشرب كلمية كبيرة نلحقو حتى 30 ألف قنطار نحطوها التجفيف كي ما رك تشوف لهنا التجفيف تقود حوالي 20 يوم حتى الثالي شهر ونبدأوا نقصوا ومن بعد ديامات يزيد قدمي الجفم ليه نزيد منه نقول له نطوايوه كي ما عكدا نطوايوه نديروه عمليه تنظيفه نحواله كيفاشرى كموسخ وراء بريت هنا تقريبا نتخلوه بريت نزيد منه نضفه نعدلوه مياه نحوال الحب الرقيق نحواله كامل ونعدلوه يزيد نجف مليه ندخلو الغرف التبريت نفضلت نخليه نجف مليه نربطوها ونبدأوها أصحاب الأعلى هيا الأعلى فيه مليحة مليحة بزاف فايدة كبيرة فيه ثوم فيه ربما بقايا تعالى أدواء اللغرف التبريت طابعا من تخدمه مع معناه فيه مؤسسة تعوش فيه انطار تظيم سير باراك والإحكمة سير باراك إنه لا يلا فيه هذا مؤسسة عارقة يقدم هذه عن حوالي ستنين والله من اللي بدال سير باراك وابدا ومتص هنا فائض كبير كي ما ركتشوف المسيح تربح كثارات مليونة ثوم كل عام يعني كل عام. كل عام. كل عام يعني كل عام كل عام. قيل ناس يخدموا هنا يا ما شعر. قيل ناس 150 عام. عندما شكلتها تري سيتي توصيل الكهرباء و 400 متر. الدوسة عنده و 4 سنوات ما كان ولو. الماء ما كانش. و ما كانش و طريزة سيامك رح ننشكي وقال لك ما كانش. قلت القارجات وشع تدير بالماء. مش كتات سوية رمجة وخرجونه ما كان ولو. نظرك. جاء وشعفوا الارض راي عرش. شعفوا القانو تأكز كهرباء نتويت. ما كان ولو. صرت مش كالكهرباء. ها ما كانش. هناك 400 متر. هل الله مئة ساعة. صوق تحت لغ ماذا راوي فتح جوايا. ساعتين و نص ثلاثة عصباح تبدأ تخش في اللح. الحمد لله رأنا موفرين لهم حواج كما يقول و عدنا العمال توعنا. من طرف الشرطة ذاني. الولاويات تقريب على مستوى الوطن. راني نشوف تقريب بستة وعشرين ولاية. والله تقريب ثلاثين ولاية راي قاعدة دور لنا. موسيقى. 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 نعطيه له الدوان نهار توجد البذلة تاعو احنا نشريها عليه يعني مشكورين الخطوة الونة لكن مازالت نقيس كيرة مثل الفرانشاز ما تعطيناش غدوا احنا كين روحوا تي فيا كينجيبوا بتي فيا يولي ويولي كين نجيبها بتي فيا تولي تطلع على الصوم بعد ما تطلع على الصوم قال الفلاح يروح يجيبها من برا اقل بكثير من من السومة اللي يجيبنا احنا يولي ويشري طبعا على القهواص البرا وماشرمش علينا الا فرانشاز تروح المصالح المعنية يقول لك اخويا ما زالت ما عندناش هذا نزيل ما عندناش الحد الان ما عندناش عفاء